فيلم المايسترو صالح سليم الفيلم ده في تمام الساعة 11 النهاردة شمعنا النهاردة؟ النهاردة تحديدا هو عيد ميلاد الأسطورة صالح سليم الله يرحمه وبالتالي قررت إدارة قناة النادي الأهلي أن النهاردة يكون وقت إذاعة هذا الفيلم العظيم الحقيقة طب إيه قصة الفيلم ده أنا عايز أحكي لحضراتكم إيه اللي حصل في موضوع الفيلم الأسطورة صالح سليم زمالنا وصديقنا هنا عمر البنوبي المسؤول عن المحتوى الأوروبي بدأ الموضوع من نمسا لما قال للأستاذ إهاب الخطيب وتكلم ما عايزين نعمل حوارات مع أساطير ونجوم نادي جراتس هو منتخب النمسا واللي كانوا زملاء للمايسترو صالح سليم في رحلة احترافية سنة 1963 ومازالوا موجودين حتى الآن والأول مرة حيظهروا ويتكلموا بنفسهم عن الكابتن صالح يعني عمره ما حصل تبلي كده وقتها كان قرار القناة إنها ما تبقاش مجرد حوارات وإنه يكون عمل كبير وضخم يليق باسم النادي الأهلي وبسيرة المايسترو صالح سليم طب نسكت على كده لا هتقول لي بقى لكم سنة بتفكروا في هذا الأمر أيوا فاندم بقى لنا سنة إدارة القناة بقى لها سنة بتفكر في هذا الأمر لأن إنت عندما تتكلم عن صالح سليم لازم تكون عارف بتتكلم إزاي مش عن صالح سليم بس عن أي حد في النادي الأهلي وحدة الأفلام الوثائقية في القناة اشتغلت بمجهود ضخم وجبار خلال سنة علشان الفكرة تبقى أكبر فيلم وثائقي عن المايسترو صالح سليم بتقدموا قناة الأهلي في ذكرى ميلاده لو تكلمت عن الأسماء أسماء كتير جدا جدا اشتغلت في هذا الفيلم هذه الأسماء تستحق كل التحية شكرا لوحدة الأفلام الوثائقية في القناة لأستاذ محمد مصطفى والبروديوسر نجوى مصطفى والزملاء المعدين سامح أحمد علي وأحمد ماهر ومحمد حمدي وعزة والمخرج أحمد السيد والمنتير اللي بزله مجهود عظيم وإسلام الشهاوي المنتير الحقيقة عمل مجهود جبار طاقم التصوير الإضاءة الفنيين أستاذ حسن الإمام مدير الإنتاج شكر خاص لصديقنا العزيز الأستاذ سامح السريتي لشاركنا بصوته الرائع وكمان الزميل محمد الرمحي أنا بشكر كمان كل ديوف الفيلم اللي حتشوفوهم بعد دقائق هم كتير جدا سواء من نجوم الكرة أو الفن في مصر أو في النمسا ذكرى كبيرة جدا وذكرى هامة جدا مع هذا الفيلم الوثائق الكبير جدا بنصح حضراتكم أن أنتوا تعودوا من الساعة 11 للساعة واحدة هتقول لي ساعتين أقولك أيوة الفيلم على جزئين كل جزء 55 دقيقة تقريبا عشان تعرف بس حضرتك مقدار المجهود اللي اتعامل على مدار سنة علشان نقدر نعمل لحضراتكم هذا الفيلم هتقول لي مش مجهود احنا ما بنقولش حاجة لكن ده لازم نعمل كده وده دورنا وده دور قناة الأهلي ودور تاريخ نحن نوري لحضراتكم وللأبطال الصغيرين وللأطفال الصغيرين وللناشئين الصغيرين وللناشئين والشباب اللي ما شافوش أسطورة صالح سليم يشوفوها من خلال هذا الفيلم الوثائقي وده احترامنا لأساطير النادي الأهلي هتقول لي هل هتكتفوا الإدارة هتكتفي بكده لا يا فند خلال الفترة اللي جاية عندنا خطة مليانة نجوم وأساطير تم عرض بعض نجوم وأساطير النادي الأهلي خلال الفترة السابقة الله يرحمه محمد عبدالرهاب إن شاء الله ربنا يدي له الصحة ويفضل دايما في قلوبنا كابتن مؤمن زكريا وفيلم كبير ورائع عن كابتن مؤمن زكريا وأفلام الوحدة الوثائقية وعملت عن الكرة الطائرة وعملت أمور كثيرة جدا ولسه عندنا يعني تخيل لما تيجي تتكلم عن كابتن حسن حمدي كده هتقول لي هتعمل ايه تخيل كده لما تيجي أنا مش عايز أقول كابتن محمود الخطيب عشان ما تقولكش مش عارف ايه لكن تخيل كده لما تتكلم عن أسطورة محمود الخطيب هتقول ايه تخيل كده لما تتكلم عن أسطورة مختار التتش هتقول ايه هتعمل ايه الفريق مرتجي كابتن عبدو صالح الأسماء كتير جدا نقدر نقولها وحنعملها وإن شاء الله خلال الفترة القادمة عبود باشا وأسماء كتير جدا نقدر نتكلم مع حضراتكم فيها وعمر بيك لطفي كل هذه الأسماء إن شاء الله إن شاء الله لو قعدنا نتكلم وقعدت أقول لحضراتكم الأسماء دي مين مش هنخلص لكن إن شاء الله إدارة القناة بتوعية حضراتكم أن تاريخ النادي الأهلي على قد ما نقدر يعني هتقول لي أنتوا قعدتوا أكتر من سنة تضبطوا هذا الفيلم وتحضروا لهذا الفيلم أيوة فاندم الفيلم ده أثناءه فيه أفلام أخرى فبنسيبه شوية وبعدين نرجع له تاني وبعدين بنعمل حاجات تانية لأسماء وأساطير كبيرة جدا وفي حاجات كانت بتتعمل في النمسا وفي حاجات كانت بتتعمل في مصر حاجات حلوة كتيرة جدا 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 أنا بنصح حضراتكم وأتمنى أن كل واحد من شيخنا ومن أبأنا ومن أصدقائنا اللي عصروا الفترة اللي هنتكلم عنها يكونوا قاعدين وحواليهم ولادهم الأهلوية اللي هم اللي جايين بقى يفهموهم اللي بيتكلم ده مين أو تاريخه كان إيه لأنه ده حيكون موجود آه لكن الشباب ده محتاج يعرف تاريخ النادي الأهلي وده هدفنا بالمناسبة من التخطية اللي احنا بنعملها أو من هذه الأفلام الوثائقية أن نتعرف الشباب الصغير تاريخ النادي الأهلي أنا آسف جدا هو حد يعرف أو حد من كل الشباب اللي بيشجعوا النادي الأهلي دول شاف الكابتن محمود الخطيب حد من الشباب دول شاف الكابتن حسن حمدي ربنا نديله الصحة حد شاف الكابتن مختار التيت شاء الله يرحمه الأسماء العظيمة الفريق مرتاجي الأسماء القرارات اللي بيتم اتخاذها بيتم اتخاذها ازاي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حاجات كتيرة جدا جدا هتسمعوا عنها خلال الفترة اللي جاي ولكن النهاردة وبمناسبة ذكرى ميلاد الأسطورة صالح سليم هيكون مع حضراتكم الساعة 11 بعد أقل من 3-4 دقايق من دلوقتي وعلى الهواء مباشرة فيلم أنا بنصح كل إخواتي وكل أصدقائي من الأهلوية يعودوا يتفرجوا على هذا الفيلم أصدقائنا وأحبائنا وإخوتنا وأبائنا والشيوخنا ويأخذوا لدهم الشباب الصغاري وحطوهم يقعدوهم حواليهم ويفرجوهم على تاريخ النادي الأهلي كابتن صالح سليم كيف كان رئيسا للنادي الأهلي كيف كان لاعبا في النادي الأهلي كيف كان ممثلا في فترة من الفترات كيف كان أسطورة من الأساطير اللي ستظل دائما في قلوبنا وفي عقولنا صالح سليم ليه ليه كابتن صالح سليم كان كده وليه بنتكلم عنه حتى الآن بهذا الانبهار وبهذا الشغف اللي احنا بنتكلم عنه به أنا لم ألتقي مع هذه الشخصية الكبيرة والأسطورية ولكن في نفس الوقت من كتر الكلام اللي بسمعه دايما بتكلم عن الكابتن صالح سليم بشغف بحب بشوف ان اللي عمله كابتن حسن حمدي من بعده من بعد الكابتن صالح سليم الكابتن حسن حمدي ومن بعد الكابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب والبقية تأتي إن شاء الله أخلال الفترة اللي جاية بشوف فيهم كل حاجة حلوة وبشوف فيهم بالفعل تاريخ النادي الأهلي مش عايز حضراتكم تسيبوا الفيلم ده من غير ما تتفرجوا على كل دقيقة وتعرفوا قد إيه هذا الرجل العظيم كابتن صالح سليم كان له دور كبير وكيف استطاع أن يقود النادي الأهلي في فترة صعبة سواء كان لاعبا أو رئيسا للنادي الأهلي حسيب حضراتكم مع هذا الفيلم الرائع مرة تانية أنا بشكر كل القائمين على العمل في هذا الفيلم بشكركم شكرا جزيلا على الهواء مباشرة لكل العاملين في هذا الفيلم على مدار سنة كاملة الساعة 11 بالزبط نربط الأحزمة ونقعد نتفرج على الأسطورة والعظيم صلى الله سليم